الغربة مر قوي وصعبة وعالبر ليك متألف طريق والبحر غدر مش لعبة وإزاي غريق هينك دي غريق فعرض البحر بتسافر مع مرجة غدر تعافر مش واروق كل اللي يكابر بيرح ويرجع منه غري تمت جولة تفقدية في محافظة المينيا للدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ضمن مبادرة مراكب نجاة بحضور اللواء أسامة القاضي محافظة المينيا أولا بالتأكيد أن هذه المبادرة الرئاسية التي أطلقها السيد الرئيس في منتدى شباب العالم ويكلف بها وزارة الهجرة أن هي تشتغل على تنفذة توعية بمخاطر الهجرة غير شرعية وأيضا إيجاد الفرص البديلة عشان كده سيد الرئيس سماها مراكب النجاح ما سماهاش مراكب الموت ما سماهاش مراكب الهلاك نعم عشان ندي هذه الصورة من الصورة الإيجابية والفرص البديلة كان لابد أن وزارة الهجرة تشتغل مع مؤسسات الدولة مع الوزارات الأخرى وزارة التضامن التجارة والصناعة الشباب دي المحطة الرابعة إحنا بدينا بالغربية والفيوم والبحيرة فدي المحطة الرابعة إن شاء الله بنكمل المسيرة لكل المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية أطلقنا مبادرة في خامة السيد الرئيس الجمهورية مراكب النجاح دي طبعا لمنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومنع الشباب من الهجرة غير الشرعية إحنا هنا في محافظة المينيا بندعم الشباب طبعا وبحسهم على الالتحاق بالعمل من خلال المصانع الموجودة عندنا في المناطق الصناعية وكذلك عندنا في مشروعات استثمارية كتير جدا موجودة على المحافظة في أرض المحافظة وكمان عندنا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر الوزارة بتنفذ مبادرة مراكب نجاح المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة الغير شرعية في المحافظات الأكثر تصديرا للظاهرة دي وهي محافظة المينيا هدف الأساسي من تواجد كل الأطراف الفاعلة في مجال التعليم الفني إننا نخلق فرص عمل حقيقية لولادنا هدف قبل كل حاجة إننا نحمي ولدنا مش منطقي خالص الولاد اللي هم زهرت شباب مصر يسافر يتبهدل في مراكب خطر جدا في أهوال بيشوف أهوال المود دون نحن وفر له البديل الشرعي الاحترافي المنتج المربح بالنسبة لجوامس وده اللي بيحصل فعليا حبنكلم النهاردة على مشروعات كثيرة بنتكلم على تضافر جهود من أولها جهاز تنمية المشروعات اللي هو بيدي فرصة للشباب يععمل مشروعات ريادية بنتكلم على تواجد أجهزة اللي هي الاستثمارية كلها وزارة التخطيط ووزارة الاستثمار اللي هي عندها خريطة لسمادية المصر اللي هي بتقولك ايه المشروعات الممكن تعمل في كل محافظة طبعا المجلس القومي بمساعدة وزارة الهجرة احنا لنا دور تسقيف ودور توعاوي بنضرب السيدات الرائدة ترفيات ضربنا 360 سيدة على مدار يومين ضربنا داعيات واعزات ورهيبات حاليا بادو حملات طرق أبواب يعني نزلوا القرى احنا عندنا 19 قرية مستهدفة في محافظة المانيا فيهم نسبة هجرة غير شرعية كبيرة جدا بيوعوا السيدات بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبإيه السوء البديلة لذلك فاحنا بناخد الستة نوعية ونصقفها ونفهمها ايه المشاكل ايه المخاطر وايه سوبر ان انت تضاد ده وازاي ان انت تحافظ على أسرتك وعلى بيتك وده دور المجلس القومي للمرأة الجولة تضمنت عرض بعض الحالات كنماذج حية لمخاطر الهجرة الغير شرعية وكمان تضمنت وجود المجلس القومي للمرأة اللي مساند للمبادرة من بدايتها اندرو مرجان مساء الخير نيسا